اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقالت للملك سليمان لا يا مولاي الملدك الضابة الولد الحجد ولدي أنا وولده يهو المات المات ولديك انتي خلاص روغي شوية خلونا شوف يا حارس دعام مولاي جب لي سيف لا حاضر حاضر يا مولاي اهو جبت السيف يا مولاي طيب كفايا شوية السيفة جبتوا دا نعم مولاي واقطعبوا الولد نصين لا ولدي ودي كل واحدة من النجوان دال نص حاضر مولاي لا يا مولاي ادي عليهم انا مع ازاهم خليهم تجينوا ما تكتلوا لا لا ولا انا ولاي ما بي واحدة فينا تاخدوا خليك تعمصين احسن بس لا يا مولاي خليهم تجينوا اقطعوا والملك طبعا عرف انه ياتوا واحدة فيهم هي ام الولد وقال يا حارس خلاص ما تكتلوا الولد اديه للمرأة الاولى دي لانا هي اعلن امه شكرا يا مولاي الله يتول عمرك كل شعب بن اسرائيل لما سمهوا القصة دي اعجبوا بملكهم جدا لانهم شافوا انه عنده الحكمة من الله عشان كده بيحكم بالعدل سيدنا سليمان الحكيم كان ملك على كل شعب بن اسرائيل وكان عنده مجموعة من كبار المستشارين منهم الحبر عزري ابن صادق واليحورف واخيها اولاد شيشا ديال كانوا كتبا ويوشافت ابن اخي لود كان هو مسؤول المراسم وبنايا ابن يويا داع كان القائد العام للجيش واب ياثر وصادق كل واحد منهم كان رئيس الاحبار في فترة مختلفة عن الاخر وعزريا ابن ناثان كان رئيس وكلاء المناطق الاثناشر والحبر ذابود ابن ناثان كان مستشار خاص للملك وأخشيار كان مزئول من الشؤون الإدارية في القصر وأودو نيرام ابن عبدة كان المشرف على أشغال الصخرة وأنا سميته كمان إنو شعب ابن إسرائيل قالوا كانوا كتار تيرم للبحر ومع ذلك كان عندهم الطعام والشراب أكتر من كفايتهم ذاته وكانوا سأيدين بحكم الملك سليمان امتدى عليه كل الممالك اللي كانت قرب الفرح قالوا حد غزة وحتى حدود مصر والممالك دي قالوا كمان كانت كلها خاطعة للملك سليمان طول الحياة صح بكلام صح سكان كانوا بيدفعوليه الضريبة الإيجامية المفروضة عليهم وكان السلام بيعوم كل المملكة دا كلام صح بتاعد بن إسرائيل وكل واحد المملكة دي كان بينا أبس والله لكن انت استفدت فعلا من الحكايات اللي أنا بحكيها على التاريخ دا الملك سليمان يا جماعة كان عنده حاشية عدد كبير جدا بالإضافة للضيوف عشان كده كان الطعام المطلوب لقصره في كل يوم حوالي 150 شوال من الدقيقة الفاخر ايوه ايوه و300 شوال من الدقيقة العادي و10 من الأبقار السمينة و20 بقرة من الحجم العادي كمان 100 من الضام إضافة لبعض أنواع الغزلان والطيور السمينة والملك سليمان برضو كان عنده أربعة ألف مربط لخيوله اللي بتجر المركبات الحربية أربعة ألف وكان عدد الخيول دي 12 ألف حصان 12 ألف حصان طيب أنا عندي سؤال يا خلطة صفية اتفضل سيدنا سليمان كان بيقدر يحكم المملكة الكبيرة دي كلها كيف؟ طبعاً زي ما قلنا يا أولادي سيدنا سليمان كان عنده مستشارين وكان برضو عنده 12 وكيل على كل منطقة شعب بن إسرائيل الوكلة دي كانوا بيمونوا قصر الملك بالطعام كل واحد منهم كان مزئول عن التموين لمدة شهر واحد في السنة وكمان كانوا بيجيبوا الشعير والتبن للخيول في استبلاتها واثنين من الوكلة دي كانوا متزوجين اثنين من بنات الملك سليمان نفسه وهم ابن أبينا داب زوجي طافة وأخامس زوجي بازمة ويا خالة أنا برضو سمحت أنه الله أدى سيدنا سليمان حكمة عظيمة جداً صحيح؟ وإدراك يا كلامك صح وإدراك في الحكم على الأمور ده كلام صح ومعرفة وعلم واسع جداً اي اي وأنه كان أحكم من كل حكم الشرق كل حكم بني إسرائيل المشهورين بالزبط كلا وقدم مشهور في كل الأمم الحوله وأنه ألف 3000 مثل وأكتر من 1000 نشيد وقالوا إنه كان بارع جداً في وصف النباتات من أشجار الأرض في لبنان إلى التحالب البتنمو في الحيطان صح وكمان كان بارع في وصف البهايم والطيور والزواحف والسمك والملوك من كل الأمم كانوا بيبعثوا ليهم منجوبينهم عشان يسمعوا حكمتهم أتمنى إنكم كلكم تكونوا استفدتم ويعرفتم الحاجة يا سلام هذا بفضلك يا خالي الله يخليك وحيرام ملك سور وبعد مدن الساحل اللي هو كان صديق للملك داود رسليه وفدي للملك سليمان عشان يهنيهم لما سمع إنه أبوه الملك داود عينوا ملك والملك سليمان رد برسالة شكر شكر فيها الملك حيرام وكمان قال ليه أنت عارف إنه أبوه داود ما قدر يبني بيت إكراماً لإسمى النولة إلهنا بسبب الحروب اللي اتعرض لها من أعداوه من كل ناحية واللي استمرت لغاية ما الله نصره عليهم ودلوقتي الحمد لله بفضله أنا ارتحت من كل الحروب دي مبقيت خايف من أي عدوان عشان كده نويت أبني بيت لإكرام اسم المولى إلهي الوعد أبوه داود وقال ليه أنا حعين ابنك ملك في مكانك وهو الحيبني البيت إكراماً لإسمي ودلوقتي أنا بطلب منك المساعدة يا جلالة الملك حيرام هرجوك تأمر رجالك عشان يقطعوا لي خشب الأرز من غابة لبنان وأنا حدفع أجرد عملهم وكمان رجالي حيساعدوهم لأنوا انتوا طبعاً عارف إنه نحنا ما عندنا خبرة قضع الخشب زي ناسكم الملك حيرام لما سمح كلام الملك سليمان فرح جداً وقال يا سلام يا سلام بارك الله اليوم الرزق فيه عبدو داود بابنه حكيم زي ده عشان يحكم شعبه الكبير ده يا كاتب أمرك يا مولاي أكتب أكتب للملك سليمان وقول ليه شكراً لك الرسالة وصلتني وأنا حرسل لك كل طلبته من خشب الأرز وخشب السروق ورجالي حيربطوه حزم حزم ويجيبوه من غابة لبنان ويعدو به البحر لغاية ما يوصلوا للمكان اللي انت تحددوا لهم وهناك حيفكوه حزم حزم ويجهزوه عشان رجالك يأخدوه والمقابل ده أنا كمان داير من الخدمة سلمان عايزك ترسل أكل قصري وحسب الاتفاق دا الملك حيرام كان بيرسل الملك سليمان كل اللي كان بيطلبه من خشب الأرز وخشب السروق وسليمان بدوره كان بيرسل لحيرام مئة ألف شوال من القمح وعشرين ألف برميل من زيت الزيتون لقصر سنويا عشرين ألف برميل من زيت الزيتون بيرسل القصر سنويا وقالله زي ما ذكرنا أدى الملك سليمان الحكمة حسب وعده له وعشان كده علاقة الملك سليمان كانت طيبة مع حيرام وعاقد كل واحد منهم معاهدة مع الآخر الملك سليمان يا جماعة سخر 30 ألف رجل من كل المملكة للمساعدة في قطع الخشب من غابات لبنان وكان بيرسل منهم عشرة ألف كل شهر بالتناوب كانوا بيقعدوا هناك شهر ويرجعوا لبلدهم لمدة شهرين وأدى نيرام كان هو المشرف على أشغال السخرة وكمان يا أخوانا إنه كان عنده 80 ألف في الجبل عشان قطولوا حجارة كبيرة من النوع الممتاز ده كلام صح ملك سليمان أيوة 80 ألف راجل حجارة كبار كبار من النوع الممتاز شكتلوا عشان تكون أساس لبيطالله كالامك صح وامر كمان بسبعين ألف راجل عشان يقولوها وكانوا بشرفوا عليها ثلاثة ألف وثلاثمائة مشرف ده كلام صحيح والإضافة للعمال المهرة أيوة وإخوانا العمال المهرة ذلك عام بتكونوا من ثلاثة مجاميع المجموعة الأولى عمال الملك سليمان والمجموعة الثانية عمال الملك حيران يا سلام المجموعة الثالثة كان عمال مدينة الجبال وكلهم استلموا الخشب والحجارة دي ويجهزوا علي بأنه يطلع أنا مبسوطة منكم جداً يا إخواني طيب يا جماعة خلونا نجيف هنا الليلة في المرة الجاية بإذن الله نواصل تحييز الروك إخراك تماما درشيخ الدين اشتركوا في القناة